أما فيما يتعلق بدورة حياة المنتج السياحي فمفهوم دورة حياة المنتج السياحي مرتبط بمراحل مختلفة وفي كل مرحلة مراحل حياة المنتج السياحي هناك صفات وخصائص تميز كل مرحلة عن الأخرى هذه المراحل هي أربعة أول حاجة مرحلة النمو المبكر في هذه المرحلة راح تجد أن المنتج السياحي يتصف بالتطور لأن الناس تبدأ تسأل تبدأ تتعرف على المنتج تبدأ تتعرف على خصائص هذا المنتج أو ميزات هذا المكان السياحي أو هذه الوجهة السياحية مشاهدة صور لهذا المكان قبل زيارته تبادل هذه الصور لهذه الوجهة السياحية بين الأهل الأقارب الأصدقاء في هذه المرحلة راح يكون هناك استخدام مكثف لوسائل الإعلان بالتالي يتم إعطاء تفاصيل أكثر عن المكان وفي هذه المرحلة راح تتنوع الخدمات وتزداد المبيعات لهذا المنتج أو لهذه الوجهة السياحية إذن هذه مرحلة النمو الموكر المرحلة الثانية مرحلة النمو السريع هنا يصبح المكان معروف الناس ما تتداول الصور من باب الاستكشاف لا المكان يبدأ يكون اسمه ويكون معروف لدى السياح وهذا الشيء يؤدي إلى الاستمرار في زيادة المبيعات والحصة السوقية تكون أكبر وتبدأ الخدمات في هذه المرحلة تتوسع بشكل أكبر وحدة المنافسة حتى بين هذا المكان السياحي ومواقع سياحية أخرى تكبر أيضا وفي هذه المرحلة نجد أن التركيز على الحملات الترويجية يصبح أكبر والحاجة للحملات الترويجية تكون أكبر المرحلة الرابعة اللي هي عفوا المرحلة الثالثة اللي هي مرحلة الانتعاش والنضج وفي هذه المرحلة يتصف المكان السياحي أو هذه الوجهة السياحية بالاستمرار في حدة المنافسة يعني يبدأ المكان استل ينافس الوجهات السياحية الأخرى لكن في هذه المرحلة يتصف تتصف بأن ما فيها استقرار عالي وكبير من حيث حجم المبيعات حتى الحصة في السوق تكون أقل مقارنة في مرحلة النمو المبكر ومرحلة اللي هي النمو السريع وآخر مرحلة مرحلة التدهور المبيعات طبعا تكون فيها منخفضة تكاليفة تكون منخفضة الأرباح تكون يعني شبه معدومة عدد الضيوف يكون تنخفاض مستمر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر